وللحدث عن دلالة زيارة قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قائن للعراق قبل زيارة الكاظمي لواشنطن ينضم إلينا عبر الهاتف من ملمع عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي أهلا بكم سيدي أهلا بكم حياكم الله كيف تقرأ استقبال الكاظمي لقائد فيلق القدس الإيراني قبل زيارته لواشنطن بسم الله الرحمن الرحيم هذه المعلومات صحت وإذا كان الكاظمي قد استقبل إسماعيل قائن فهو يقع في نفس الخطيئة مرتين نتذكر أن الكاظمي قبل زيارته إلى السعودية في تموز الماضي استبق الزيارة جواب ضريف وكان هدف جواب ضريف هو التشويش على زيارة الكاظمي للسعودية رغم أن الكاظمي كان في جدول زياراته أنه بعد السعودية سيزور طهران فلم يكن هناك تفسير لزيارة الضريف الاستباقية إلا أنه جاي يشوش على الزيارة وفعلا نجح الضريف بالتشويش بحيث رد الفعل السعودي كان أنه ألغوا الزيارة إلى السعودية بحجة أنه الملك دخل إلى المستشفى لإجراء فحوصاته وهذه عذر دبلوماتي كما نفهم إسماعي القعاني زيارته إلى العراق تهدفه إلى أولا تشويش على زيارته إلى واشنطن لأنه يعرف جيدا أنه مجرد وجوده في العراق قبيل زيارة قبيل سفر الكاظمي إلى واشنطن سيثير حساتية صانع القرار الأمريكي هذا من الناحية من الناحية الثانية هي محاولة الابتزاز الكاظمي وقد جاءت بالحقيقة بالتناغم أو بالتوازي مع الابتزازات التي تتعرض لها من قادة العصابات الميليشيويين وعلى رأسهم الخزعلي وتبع بدر كانت هذه الزيارة للكاظمي تزامنت مع استمرار القصف على القواعد الأمريكية في بغداد هل تعتقد أن أمريكا ستسمح بمواصلة نشاط وكلاء إيران في بغداد؟ بالتأكيد أمريكا لا ترغب بهذه الفوضى الإيرانية وهذا التدخل الفضل في الملف العراقي الإيران تمسك بخوانيق صانع القرار في العراق وهي التي تتحكم بشكل بنسبة عالية في مسار العملية السياسية القاهمة في العراق وهي التي تبتز لقادة العراقيين سواء المشرعين أو سواء في السلطة التنفيذية أو حتى في السلطة القضائية هذه الصورة بالحقيقة واضحة بالنسبة للسيد الأمريكي لذلك أمريكا تريد من الكاظمي أن من خلال هذه الاتفاقية الإطار الستراتيجي والحوار الستراتيجي الجولة الثاني منه تريد أن يتخذ أن يكون حاسماً الرئيس الوزراء العراقي يجب أن يكون حاسماً ويكف عن مسك العصى من الوسط أمريكا لها مصالح في العراق وبالدرجة الأولى المصالح الاقتصادية والاستثمارية أمريكا تطمح إلى توسيع وتوطيل استثماراتها في العراق لكن لكي يتوفر صمام أمان يجب أن تكون هناك استقلالية للقرار العراقي العراق حكومة وبرلمانا وقضاء واقع تحت الابتزاز الأمريكي لذلك ليس من السهل أن تنفتح الاستثمارات الأمريكية في العراق في ظل أجوال التزاز هذه والتهديدات الأمنية التي تتعرض لعام الصالح وفي داخل العراق أسد نبيد إلى أي مدى تظن أن بغداد تلعب دوراً ديبلوماسياً بالوساطة أو تقريب وجهات النظر بين تهران وواشنطن البغداد ليس لها أي دور لأن بغداد حالياً في الوضع الحالي الذي هو ما يزال لا نستطيع أن نقول بأن الكاظمي حقق حالة ملموسة من الاستقلال الاستقلال القرار العراقي في ظل هذا الوضع العراق ليس له أي دور لأن العراق كما ذكرنا وكررنا للقول وكما يعرف الجميع وجميع المراقبين يعرفوا أن التابع لا يمكن أن يكون وسيطاً العراق ما زال تابعاً لإيران أقصد العراق الرسمي العراق كدولة كحكومة كبرلمان كقضاء إلى آخرين كنظام حكم تابع تابع إلى إيران وهذا لا يصلح أن يكون وسيطاً لأن الوسيط يجب أن يتوفر فيه الشرط الاستقلالية ولا أمريكا تراهن على العراق كدور وصيد أمريكا إذا أرادت أن تبحث عن وسطا فهي تستطيع أن تبحث عن دول كبيرة ودول مستقرة ولها احترامها أما العراق فلا يصلح ما تريده أمريكا من العراق أن ينأى بنفسه عن النفوذ الإيراني أن يحجم النفوذ الإيراني في داخل البلد إلى درجة دنيا بحيث تستطيع أمريكا أن تحقق مكاسب اقتصادية وتحقق تعاون مشترك على كل الصعود الصعود الأمنية والصعود الاقتصادية والتجارية بين العراق وبين واشنطن وهذه مسألة مهمة إذا كان الكاظمي ذكيا فعليه أن يستثمر هذه الفترة لأنها هي فترة منافسة انتخابية وإذا السيد الأمريكي حاليا حريص على الفوز أو الخروج من خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الستراتيجي الخروج بمكاسب فعليه أن يستغل ويعرف من أين تأكل لحمة رقبة كما يقولون شكرا جزيلا لك حضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميداي كنت معنا عبر الهاتف من ملمو اشتركوا في القناة